بنتكلم في الفقرة دي عن وظائف المستقبل وظائف المستقبل اللي عنوانها الرئيسي الابتكار والإبداع دايما الوظائف المستقبلية مرتبطة بالتكنولوجيا والعالم الرقمي ومحتاجة خطط معينة وكمان مبادرات تعليمية وأكاديمية عشان نطلع جيل حقيقي يقدر يعني يشوف كده آخر المستويات الخاصة والمعايير الخاصة بسوق العمل سوق العمل دلوقتي بقى سوق عمل نقدر نقول كده كوني وعالمي مش محلي ومحتاج يعني مواصفات ومهارات خاصة جدا احنا هنتكلم عن وزارة الصلاة والتكنولوجيا المعلومات اللي قدمت مجموعة من الكورسات التعليمية والأكاديمية تحت شعار أجيال مصر الرقمية وازاي ممكن نؤهل جيل شبابي جديد مبدع وقادر كمان أنه يقدم حلول تكنولوجية وإبداعية ورقمية كمان انت بالفعل محتاج تأهل الجيل الجديد ده للمهن اللي موجودة دلوقتي أو اللي محتاجها سوق العمل كلام كتير قوي هنستفسر منه بالتفصيل مع ضفنا اللي موجود معنا في الستوديو النهاردة دكتور هشام فاروق مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سباح الفل على حضرتك وأهلا بيك النهاردة سوق العمل اختلف يعني في بعض المهن تلعت جديد وبعض المهن بتندثر وده بسبب التطور الطبيعي اللي بيحصل بسبب الوقت والزمن والتطور التكنولوجي الدولة المصرية إزاي رسمت بقى خريطة خلييني أقول ليه وظائف المستقبل أو اللي بحتاجه سوق العمل أهلا بحضرتكو شكرا جزيلا على الدعوة الحقيقة يعني فيه خطط من الدولة مستمرة لأن احنا عندنا بيطلع من الخرجين كل سنة في المتوسط حوالي 600 ألف خريج من الجامعات المصرية بيبقوا محتاجين ينخرطوا في سوق العمل واللي بيفرق أن فيه فرص تتوفر لطالب أو لخريج عن خريج هو المهارات اللي هو بيتميز بيها عن المستوى المتوسط العادي فلازم يحصل نوع من أنواع من تنمية المهارات والكاباسي بيلدنج يعني بناء القدرات عشان يبقى فيه نوع من التميز في الوظيفة المتقدم لها الوظيفة الحديثة بتبقى محتاجة تكنولوجيا المعلومات كوسيلة في أداء العمل حتى لو كانت مش في مجال الهندسة والحاسبات فقط أي نوع من أنواع الوظيفة دلوقتي بقيت محتاجة مكون تكنولوجيا المعلومات يعني إيه تكنولوجيا المعلومات يعني أنا على أيامي مثلا كانوا عايزين إكسل شيت آه تمام قديمة زمان في التسعينات كانت الناس بتروح تاخد كورسات ويندوز وإنترنت عشان تبقى تتعرف على الكمبيوتر وكانت الأمية تعرفها اللي ما بيعرفش يرى وليك دلوقتي الأمية تعرفها اللي ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر كورس اسمه كورس للإنترنت وكورس للويندوز بقت الاي سي تي ده مش موجود خلاص بقت أوتوماتيك يعني بقت الولاد من سن الحضانة والابتدائي بيعرفوا يشتغلوا على التابلتس والكمبيوتر وصورة استيعابهم في دراسات بتقول أن صورة استيعابهم بقت 60 ضعف الجيل الأجيال اللي قدينا كده بسبب إتاحة المعلومات بالصور المنتشرة في الوقت الحال طب يعني إيه برضو اللي محتاجينه؟ تكنولوجيا المعلومات هنا حاضر أنا أعزف التكنولوجيا المعلومات هنا معناها أن أنا أستخدم إزاي أوصل للمعلومة بطريقة مميكنة أو بطريقة من خلال الإنترنت أو أسهل تنفيذ الشغل اللي أنا مسؤول عنه بطريقة سريعة ومنتجة فبستخدم الكمبيوتر في أنه يعمل لي البرامج اللي أنا بشتغل عليها أعمل بروجرام صغير على الكمبيوتر أو بروجرام على تطبيقات المحمول أو زي أعمل بحث على الإنترنت أو استخدم بقى الموجة الجديدة من تطبيقات الزكاء الصناعي في أن أنا نفذ التطبيقات اللي أنا محتاجها تطبيقات الزكاء الصناعي بقت موجة جديدة محتاجين الشباب كلهم يتعلموها لأنه هو ده المستقبل في حتة الزكاء الصناعي طيب وزارة الإتصالات التكولوجيا المعلمات بتعمل حاجة مهمة جدا يعني وإحنا محتاجين برضو نعرفها واللي عايز كمان يستفيد منها من اللي بيشوفنا من فئات عمرية مختلفة اللي هي مبادرة مصر أو أجيال مصر رقمية المبادرة دي تفاصيلها إيه؟ إيه اللي بتقدمه من كرسات متخصصة؟ إيه الفئات العمرية كمان المستهدفة في المبادرة دي؟ أنا مثلا شاب عايز أتعلم مهارة جديدة أدخل المبادرة دي إزاي وأستفيد منها إزاي؟ أجيال مصر رقمية ابتدت من ثلاث سنين بفكرة من الدولة والوزارة الاتصالات مع فخمت رئيسه ومعالي وزير الاتصالات أن يبقى فيه تنمية قدرات لفئة مميزة من الخارجين المصريني عندنا ناس ننافس بهم دولية اللي هم المتميزين وكانت ابتدت في القطاع الهندسي والحاسبات فحصل اختيار لعدد مية وشوية من المتميزين من كلية الهندسة والحاسبات جايبين تقديرات عالية وحصل تعاون مع جماعات أجنبية زي كوينز وقطوة وسانز ماليزيا وكوليج كورج عشان ياخدوا ماجستير مهني وكان الطالب المميز ده بيحصل إقامة داخلية كأنه معسكر لمدة سنة وبيتصرف عليه ما يزيد عن 500 ألف جنيه بالأسهار بتاعة الآن يعني عشان يطلع معامل جستير مهني وينافس في السوق المحلي والعلامي كمان والطلبة والخارجين المصرين عليهم طلب عالمي أنا برضو يعني بحكم الدراسات والإحصائيات اللي بنحصل عليها الطلبة المصرين عليهم طلبوا في أوروبا وفي أمريكا لأن بالتميز الفكري وأسلوب التفكير عندنا مهارات ما شاء الله متميزة جدا فدي كانت البداية وطلعت الدفعة إحنا دلوقتي في الدفعة الرابعة مثلا من بنات مصر رقمية بنات مصر رقمية بأن فيه سلسلة بقى تحت الأجيال فيه أربع مبادرات دي كانت الأولى فيه إحنا طلع حوالي أكتر من 600 خريج دلوقتي وبيشتغلوا في أماكن مرموقة جدا متاحل أي حد يتقدم لها أي فئة عمرية ولا فيه مرتبطة دي بنات اللي هي خرجين ومن تخصصات محددة ممكن فيه تخصصات الجرافيكس من كليات الفنون وتخصصات نظم إدارة المؤسسات من كليات تجار لكن تطورت الفكرة دي أن يحصل بناء القدرات من سن أصغر شوي فبقى فيه أشبال مصر رقمية اللي هي ديجيتال إيجيبت كابس إيشتف ديسي دوت جاف دوت إي جي تحت الأجيال أشبال مصر رقمية دي بتستهدف طلبة إعدادي وسنوي ونقول إعدادي لتانية سنوي على خمس مستويات فبقى عندنا بنغطي الخرجين من كليات هندسة وحسب بقى أنت بنغطي طلبة إعدادي وسنوي طب لا فيه طموح أكبر من كده من الوزارة للصلاة فبقى فيه براع مصر رقمية أصغر كمان أصغر من ربع أو خمسة ابتدائي أقلم الأشبال أقلم الأشبال فبقى عندنا ابتدائي وإعدادي وسنوي وعندنا الكبار المتميزين تفضل لنا فئة العمرية لطلبة الجامعة والخرجين بقى من كل الكليات فبقى فيه رواد مصر الرقمية اللي هي ديجيتال إيجيبت بايونيرز دوت جاف دوت إي جي فبكده بالأربع مبادرات دول بقى فيه تغطية للفئات العمرية من سن ثمان سنوات لغاية سن المعاش الإقبال على المبادرات دي بشكل عام عمل إزاي وعايز أتكلم على البراعم بشكل خاص الإقبال على المبادرات إحنا ما شاء الله يعني عايزين نقول لحد ديك أن المفتوح دلوقتي التقديم للأشبال والبراعم البراعم متقدم لها أكتر من ستين ألف طالب والأشبال متدخلين على عشرين ألف طالب غير اللي موجودين دلوقتي في الدفعة التانية حاليا رواد مصر الرقمية للطلبة الجامعة والخرجين اتقدم لها أكتر من أربعين ألف طالب وخدنا الدفعة الأولى بعد مراحل اختبارات اللغة والتأهيل وصلنا لعدينا التمنتاشر ألف بيبتدوا خلاص التدريب من أسبوعين ثلاثة فبقى عندنا أكتر يعني نوصل لربعمائة ألف طالب مستهدفين على مدار السنين اللي تقول الجاي التقدم بيكون إزاي برضو هل في ويب سايت معين لوزارة الاتصالات هو بيدخل عليه ولا إزاي بيحصل بعد كده كمان أظن بقى فيه انتريفيوز بتحصل معهم مع المتقدمين عشان اختيار احنا بنحاول بقدر الإمكان نسهل الإجراءات لأن احنا كلهم أولادنا في محافظات مصر كلها وبالذات في المحافظات كمان الإقليمية بنحاول يحصل تنمية القدرات ليهم لأن فيه ناس يعني أما بيحصل مقابلات طب السعيد دوره كودة بتاعته قد إيه نصيبه قد إيه طب المحافظات البعيدة أخبارها إيه التقديم مفتوح لكل الناس بيدخل الموقع يدخل الموقع احنا عندنا الأشبال ديسي.gov.eg دي اي سي اي دوت جوف دوت جوف دوت جوف الرواد البراعم اللي هم الابتدائي ديمي.gov.eg دي اي ام آي دوت جوف دوت جوف دوت جوف والرواد دي بي دي اي بايونير بي إنشتف هو احنا دائما عندنا ديجتل إيجبت وحرف وبعدين إنشتف احنا استضفنا على فكرة قبل كده طلبة من دابي وكانوا شطرين قوي قوي وكانوا تخصصاتهم كمان في الأمن السبراني اللي هو تخصص مهم جدا وهو ده اللي جاي يعني الفترة اللي جاي هيكون لي شأن كبير جدا خلال الفترة اللي جاية إيه اللي عملتوه من خلال المبادرات دي كلها الأربع مبادرات دي بخصوص هذا التخصص الهام الحقيقة يعني برضو ندي لحالاتكم فكرة هو إيه اللي بيحصل في المطبخ يعني عشان نبقى ما نبقاش معزولين الدولة الحكومة معزولة أو الوزارة معزولة عن إيه اللي بيحصل إحنا بنعمل دراسة للسوق التوظيف بشكل عام المحلي والعالمي من خلال تقارير دولية وتقارير من احتياجات السوق أخبارها إيه وإحنا بنعمل توصيف وظيفي للوظيف المطلوبة فالتدريب مثلا لمرحلة الخرجين وطلبة الجامعات بيبقى بيستهدف المسمى الوظيفة أنا عايز أطلع خبير في الأمن السبراني فبنشوف إيه المواد المؤهلة لأن يبقى متخصص في الأمن السبراني أو متخصص في الشبكات أو متخصص في البرمجيات على الإنترنت في الموبايل في إنشاء ويب مواقع على الإنترنت فعندنا توصيف وظيفي لحوالي 38 وظيفة والهدف من التدريب هو التشغيل وليس التدريب فقط فبيبقى عندنا مراحل من التدريب زي رواد مصر رقمية فيها مدة تدريبية على 6 شهور بياخد الجزء التقني في الوظيفة اللي هو عايز يتخصص فيها وبياخد جزء مهارات شخصية لأنه لما بنعمل ملتقى توظيف بنلاقي ملاحظات وإحنا دايما فيه عندنا رقابة على المخرج من المبادرات وإزاي نطور فيها فبنلاقي الفيدباك أو رأي الشركات في الخرجين ده شاطر جدا بس محتاج تنمية مهارات شخصية زي يشتغل في فريق عمل إزاي عبر عن نفسه فبنحط مكون للمهارات شخصية المحور التالت وهو تنميته من ناحية اللغة واستخدامها في شغله ومش إن أنا بديله بقى يعني مستوى للغة من ينتقل من المستوى التالت للمستوى الرابع اللي أنا بديله البزنس إنجلش اللي يساعده في شغله والمستهدف بقى برضو من الرواد الحقيقة اللي إحنا مركزين عليها في المبادرة المرة دي هو العمل على منصات العمل الحر اللي هو الفريلانسينج جوب فإزاي أنا أشتغل من البيت وخصوصاً للمحافظات النائية وخصوصاً للفتيات من البيت أو أعملوا دخل إضافي ليا بعد وظيفتي الأساسية والوزارة بتعتبر ده نوع من التصدير لأن أنا بشتغل مع منصات دولية بأخذ شغل بالعملة الأجنبية فده نوع من التصدير لأن أنا بدخل عملة من بره الجوة ده خلينا أسأل حضرتك دكتور هشام هنا التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والشركات الدولية في مجالات التدريب اللي حضرتك ذكرتها هابين نتكلم عن الجانب ده وكمان فكرة برضو أنه أنا بطلع خريج لسوق العالم مش بس لسوق المحافظ نحن ما بنشتغلش زي ما قلت لحضرتك في نعزال عن العالم اللي بيحصل الـ 38 وظيفة دول دول طلعوا بعد خلاص الدراسات على مدار ما يخرب من سنة إعداد لهذه المبادرة من التعاون مع اتفاقيات مع الشركات الدولية تزيد عن 25 شركة موردي تكنولوجيا عالمية وزارة الاتصالات وقعت معاهم من حوالي 4 شهر مع معايا الوزير والشركات اللي بتقوم بالتدريب من السوق المحلي والشركات اللي بتقوم بالعمل على المنصات العمل الحر من الشركات المحلية والدولية فهي منظومة متكملة إحنا معنا حوالي زي ما قلت 25 شركة دولية ومعنا أكتر من 27 شركة مصرية بننفذ بيهم مراحل المبادرة دي كلها جميل لو بنتكلم على المهن الجديدة واللي هيحتاجه سوق العمل مصر انشأت مدينة كاملة للكلاود يعني لو نقول أهمية دقي والمهن اللي هتبقى متوفرة فرص العمل بسبب مشروع زي ده الكلاود هو إن أنا أبقى بعمل المشروع بتاعي ومش حامل هم أنا هشيل البيانات دي فين كان فيه يعني التوجه في العقود السابقة إن أنا أبني مراكز للبيانات فبقى أبني مراكز للبيانات بتكلفة عالية جدا وتجهيز مركز البيانات محتاج بنية تحتية وخطوط كهرباء متعددة المداخل عشان يفضل فيه مصدر للطيار الكهربائي وتكيفات وبشتري سيرفرات بملايين الجنيهات وممكن استخدامي ليها بيتغير على مدار السنة أو الاستخدام في المتوسط 20% 30% والأجهزة تتقادم قبل ما أوصل للاستخدام الفعلي فده بقى استثمار مش في مكانه إلى حد ما فالبديل لي إن أنا في مركز زي الحوسبة السحابية اللي حديثت أكلبت عليها السحابية أحط يعني أعمل استضافة للمشروع بتاعي ومؤمن بالكامل وليها كذا نوعا ممكن أجيب أجهزتي أو أستخدم الأجهزة اللي موجودة أو أستخدم البرامج اللي موجودة في هذه البيئة السحابية فبالتالي وفرت كتير جدا في إن أنا أشتري بنية أساسية وبدفع مقابل الخدمة مقابل الخدمة فأنا كده وفرت فلوس ضخمة جدا وبدفع عند الاستخدام فبقى التكلفة مقننة إزاي كمان بيتم تشجيع المنضمين والمشتركين لمبادرة مصر الرقمية فكرة تقديم حلول تكنولوجية لمشاكل إحنا موجودة في المجتمع تحديدا أنا أتكلم هنا على الحاجات الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي أو حلول تكنولوجية لبعض الحاجات اللي موجودة في الصناعات مثلا ربط التكنولوجيا هنا بأولويات الدولة بالصناعة بالاقتصاد بشكل دي برضو الحقيقة إحنا من جزء مكون من التدريب هو المشاريع اللي الطلبة بينفزوها أثناء المراحل الدراسية بتاعتهم إحنا يعني خرجين الجامعات بيبقوا عندهم مهارات أكاديمية وعلمية والخبرة العملية بنستكملها بهذا الجزء من التدريب جزء المشاريع اللي الطلبة بينفزوه أثناء التدريب بيبقى عنده ارتباط وصيق وإحنا بننزل للجهات الحكومية ونجمع المشاكل وبندخل في تطبيقات وشراكة في أن المشروع يبقى مرتبط بحل مشكلة فعالية في المجتمع شكراك دكتور هنشان فاروق مستشار تطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات كل شكرا لك على وجودك شكرا جزيلا شكرا لك فاندي صرفتنا ونورتنا